بسم الله 6 of pentacles عندك سخاء عاطفي الفترة دي وفي نفس الوقت عندك نوع من الموازنة يعني إيه سخاء عاطفي يعني هتقدر تعبر مشاعرك لحبيبك أو حبيبتك هتقدر تكون سخي في العواطف تقابلهم كتير تتكلم كتير ترسلهم واضح إن فيه سخاء عاطفي السخاء العاطفي جايي لك مع الموازنة يعني إيه؟ يعني أنت هتكون مهتم بحبيبك أو حبيبتك في نفس الوقت مهتم بنفسك في نفس الوقت مهتم بحياتك الاجتماعية والعملية عندك توازن كبير جدا جدا الفترة دي وفي مصلحتك أوكي أول حيث هناك كارتين من الكرودي هنفتحها في الآخر خالص بسم الله بالفترة وهنا هنفتح كلام من الإنجو كارتز أول حاجة خلينا نشوف يا أسد إيه التطورات العاطفية والتطورات العاطفية تكون للعاذب للمرتبط للمتزوج للمنفصل لأي حك فخلينا نشوف إيه التطورات العاطفية أو إيه بيحصل في حياتك العاطفية بشكل حال بسم الله ماشي أسد مرتبط بالطاقة العامة وزولت إيه هنا معينة فون بأوكي إيس و بنتكولز إيس و بنتكولز إيس و بسورد و بيجو بنتكولز نبدأ بـ حاسس بنفسك و حبيبك حاسس بيك و حاسس أنه هو فرحان قوي بيك أنا شايف أن فيه شخص كده فرحان بيك فرحان بجمالك فرحان بذكائك فرحان بي الطاقة الإيجابية اللي أنت بتدخلها حياته حبيبك هيعبر لك لأول مرة عما شعره شخص ما معجب بيك ماشي لو أنت مش في علاقة عاطفية لو أنت متزوج أو في علاقة عاطفية هيكون فيه تأدير من شريك شريك هيقولك قد إيه هو بيحبك قد إيه أنت أفضل حاجة حصلت في حياته هيبقى فيه كلام جميل جدا هيساعدك كلام جميل جدا هيساعد حبيبك هيبقى حاسس بالفخر والسعادة زور لد فيه هنا تغيير كامل لحياة برجل أسد يعني لو انفاصل منكو هيجيله رسالة من الحبيب الرسالة دي هكون مطمئنة المتزوج منكو هيكون فيه نوع من الاستقرار الأسري أو العاطفي ما بينكو يكون كان فيه بعض المشاكل بعض سوء التفاهم شايفة إن الأمور دي بتتحل نقطة معينة في حياةكو الزوجية مدايقاك مهما كانت إيه هي النقطة دي هتحس إن النقطة دي ابتديت إما أنت تقبلها إما ابتديت أنت وحبيبك أو زوجك تتفقوا مع بعض وهي تنهو النقطة اللي مدايقاكو دي لو أنت عايزب أنا شايفة إن فيه فرص للارتباط ما بينكو بينكو شخص من المستقبل العازبين اللي هو مش مرتبط ممكن تكون منفاصل بس مكرر عدم الرجوع وهنا أنا هقولك أيوة الشخص اللي جاي في حياتك جزيد يا أسد شخص جزيد شخص متعرفوش قبل كده هتقبله صرفة شوفه في مكان ما ولكن أنت متعرفوش طيب الناينف وند هنا بتقول إيه بتقول إن أنا شايفة برج الأسد ندمان على أمر ما يعني إيه إنت ندمان على الأمر ما ممكن تكون إديت للشخص الفرصة وسمحته وهو ما يستهلش الفرصة دي ممكن تكون إتصرعت وسامحته أو قبلت دخوله في حياتك مرة تانية ودلوقتي تأكدت إن الشخص ما يستهلش حبك ما يستهلش حسيسك ما يستهلش اهتمامك شايفك هنا أنت بتقول أنا ليه بلت بيه مرة تانية أنا تعبت نفسي تاني ده التفكير وده الطاقة اللي في تفكيرك أنت كنت سخي معي عاطفيا جدا جدا لدرجة دلوقتي أنت بتلوم نفسك وبتعادل نفسك أن أنت دخلت حياتك بأي طريقة خلينا نشوف أول كارت هنا بيقول إيه لازم تسامح يا أسد والكارت ده بيقول لنا أن فيه شخص ما أنت مش عارف تسامحه فيه شخص ما أنت بتفكر أن أنت تسامحه أو بتحاول أن أنت تسامحه بس مش قادر بك يقول الشخص ده رجع حياتك مرة تانية بس مش قادر تسامحه الجرح اللي جرحولك عميق الجرح اللي جرحولك مش حاجة أنت تسامحه لا مش الأسد اللي هيسامح أمر زي ده شايفاك أنه مطلوب منك سامحه وإنت معانيك جدا ويه بتقول لا وألف لا Ace of Pentacles و Ace of Sword و Page of Pentacles Ace of Pentacles ده فيه رجوع لشخص ما من الماضي ولكن الشخص ده جاي وهيعتذر هيترجعك هزيقول المشاكل ما بينكم ما كانتش المشاكل اللي هي اللي هي تغفر لأ كانت مشاكل بسيطة سوء تفاهم كده أظننا كده حاجة بسيطة ماشي شايفاك هنا يا أسد إن فيه رجوع وفيه تطور للعلاقة مع رجوع على طول يعني مش رجوع بس لأ انتو هترجعوا هيكون فيه تطور هتاخدوا العلاقة بتاعيكو لخطوة لقدام Ace of Pentacles هنا لو أنت أعازب واضح إن فيه دخول لشخص ما في حياتك والشخص ده هيكون رسمي قوي يعني إيه هيكون رسمي قوي يعني هيخش حياتك وهي هيكون عايز يطور العلاقة على طول مش الشخص اللي عايز بأيضا يعوقته وكلام ده كله لا هيكون شخص عملي قوي أوكي Ace of Sword هنا محياراني شوية لإنها جاية مع الPage of Pentacles Ace of Sword هنا عايز أقول إن فيه شخص أنت خرقته من حياتك عايز أقول أنت اللي خرقته أنت اللي بتاديت تقول لا أنا مش عايز الشخص ده الشخص ده بتاديت عبني لا 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 بس الشخص ده بيحاول إن هو يكبر نفسه عليك مرة تانية بيحاول إن هو يخش حياتك مرة تانية بطريقة جريئة قوي بطريقة حتى أنت بتقول هو إيه اللي بيحصل ده هو يعني متجرق قوي عايز أقول أنت هتحاول تبعد عنه هتحاول أن أنت تتجاه له على قد ما تقدر لأن أنت حاسس من صرفات الشخص ده فظة جدا ليه لأنه هتلاقي لي قابلك هنا أنا عايز أقولي هتلاقي لي قابلك هتلاقي لي تروح مكان تلاقيه هناك تيجي هنا تلاقيه هناك يبعت لك رسائل يكلمك على السوشيال ميديا ممكن بيكلمك على صفحتك الرئيسية في السوشيال ميديا ابتدا يزعجك ممكن ده شخص اللي انت مش عايز تسامل ممكن ده شخص انت مش يعني العلاقة العطفية بتاعكو مش مأثر فيك انت مش عايزه نهائي الشخص ده هيكون كده مدايقك شوية الفترة دي ولكن هتقدر عليه طبعا يا أسد ماشي خلينا نشوف تاني كارت بيقول ايه ابيوتونيتي فرص 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 و ايه فرص من دهب فرص من دهب ان انت ترجع لحبيبك لو انت منفصل فرص من دهب ان انت تطور العلاقة العاطفية اللي انت فيها يكون خطوبة زواج ترسيم علاقة فرص ذهبية للعايزبين والعايزبات انهم يلاقوا الشخص مميز في حياتهم شخص ترغبون في شخص هو عنده رغبة ليكو في مشاعر حب مارينكو كده متساوية اوكي خلينا نكمل ونشوف في ايه تاني جاي في حيات بورج الاسد عاطفية يلاي اسد باسم الله 7th Wound 10 of Cups و 2 of Pentacles 7th Wound عندك حيرة مش عارف تاخد قرار مش عارف تاخد قرار في حياتك الفترة دي عاطفيا في بعض المشاكل في حياتك العاطفية ومش عارف تنهيها ازاي او مش عارف هو انت هتنهي المشاكل دي ولا لا مش عارف اذا كنت عايز الشخص ده ولا لا شايفك كده ملغبط مش عارف تاخد قرار و الوقت اللي بتيجي بقى كده يا اسد و تبقى مش عارف تاخد قرار متاخدش قرار فيش حاجة ترسيبك واقف نفسك لغاية لما تحس ان انت دلوقتي جاهز ان انت تاخد قرار او جاهز ان انت تتخلص من الشخص ده او تبعد عنه اول ما تحس ان انت انا مش عارف اعمل ايه ما تعملش حاجة تقف ساكد خالص لغاية بعد كده يوم او يومين و هتلاقي ان الافقار الجيدة اللي في مصلحتك جتلك من غير ما انت ما تدور عليها و التينف كابس هنا نقول في زواج استقرار ترسيم علاقة لقاء شخص جديد لم يشامل المنفصلين هنا التينف كابس ده اكبر مركز في العلاقات العاطفية اللي هو ترسيم علاقة مصالحة رد ام هايز اقول ترسيم للعلاقة لقاء بعد بعد بعض طويل مسمحة شخص منك و هيسامح التاني و هيكون بداية ليه علاقة عاطفية قوية جدا ما بينكم طيب التو اف بنتيكلز هنا شايفك محتار ما بين امرين مثلا عندك وظيفة في حت ترعيدة وحبيبك في حتة هنا وايت مش عارف تختار ازاي الحيرة دي مخلياك مش عارف تستقر في حياتك العاطفية أو العملية انت مابين نارين لكن ما تقلاش في المابين نارين هنا لان انت عندك أبيوتناتية عندك فرص يعني ايه؟ يعني القرار اللي انت هتاخده تأكد هنا ان هو الافضل دي انا ما بقولش على الحيرة اللي هنا دي دي حياتك العاطفية لا هنا ده حياتك العاطفية معطاردة مع الجزء من حياتك العملية انت هتعرف ازاي تأثن كل واحد ماشي يلا نشوف الكارتين كارت ده بيقولك دستيناشن هريزن في بعض ما بينك وما بين حبيبك البعد ده يئما عاطفيا يئما بالمسافات يئما بعد فكري بس هنا واضح ان البعد ده هيوصل لنهائر يعني الحاسيز اللي كانت مابينكو الزكريات اللي كانت مابينكو كل الكلام ده ماشي واضح ان هيكون في مابينكو لقاء باذن الله هيكون في مابينكو سعادة باذن الله طيب هنا ايه بقى هنا اكسببكتيشن واضح ان الشيء المنتظر ما بينكو ما بين حبيبكو منتظرين امر ما منتظرين ان هو ياخد خطوة رسمية منتظرين ان هو يتواصل معاك ان هو يتقدم ان هو يقولك قد ايه انت وحشو اللي انت منتظر منه واللي انت بتفكر فيه بتقول امت بقى هيقولها واضح ان الفترة ده هيكون هو الوقت بتاع امت بقى هيقولها باذن الله يا اسد شكرا لبورك الاسد